موسيقى عودة التوتر بين الجيش ومسلحين موالين للإمارات بالتربة بتاعز ونجاة قائد اللواء الخامس والثلاثين مدرع من محاولة الاغتيال مقتل أسر وأربعين حوثياً في الجوف ومواجهة محدودة بين الجيش وميليشي الانتقالي في أبيان موسيقى والشركات الصرافة بعداً تواصل واغلق بوابها احتجاجاً على إجراءة البنك المركزية إلى التفاصيل أهلاً بكم عاد التوتر إلى مدينة التربة مركز مديرية الشمائتين بتاعز مع اندلاع اشتباكات مسلحة ظهر اليوم السبت بين الشرطة العسكرية ومجاميع مسلحة مدعومة إماراتية أسبرت عن إصابة أحد المهاجمين ومدني آخر مصادر محلية أوضحت ليمن الشباب أن الاشتباكات اندلعت عقب مهاجمة إدارة أمن الشمائتين ودوريات الشرطة العسكرية بمدينة التربة من قبل مجاميع مسلحة يقودها مروان البرح القيادي في كتاب أبي العباس وعبد الكريم السامعي ضابط أمن متمرد على قرارات السلطات الرسمية ومطلوب أمنية لدى النيابة نجا القائد الجديد لللواء 35 مدرع العميد عبد الرحمن الشماني من محاولة اغتيال بجنوب تعز يأتي هذا بعد ساعة على صدور قرار الرئاسي بتعين العميد الشماني أو الشمساني عفوا قائدا لللواء 35 مدرع بعد أكثر من نصف عام على حادثة مقتل قائده السابق عدنان الحمادي وقال مصدر عسكري المقرب من الشمساني ليمن شباب أن مسلحين يقودهم ضابط في اللواء 35 نصب كمينا لقائد اللواء الجديد في منطقة البيرين ومدخل النشمة ومدخل الخط الدائري أثناء ما كان عيدا من مدينة تعز إلى قرية في منطقة قدس بمديرية المواسط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ونبقى في تعز حيث خلفت اشتباكات عنيفة اندلعت خلال الساعة الماضية في جبهتي الزنوج والدفاع الجوي قتلى وجرحة من ميليشيا الحوثي الانقلابية وقال مصدر عسكري ليمن شباب أن الاشتباكات اندلعت إثرهجوم وشنته الميليشيا الحوثية على مواقع تتمركز فيها وحدات تابعة لللواء 17 موشا في جبهتي الزنوج والدفاع الجوي وضف المصدر أن قوات الجيش صدت الهجوم وكبدت الميليشيا الحوثية في خسائر في الأرواح ناقش اجتماع لمحافظي تعز نبيل شمسان مع قيادة المحور وقادة الألوية سير العمليات العسكرية في جبهة القتال والمواجهة الدائرة مع ميليشيا الحوثي واحتياجات الجبهات وشدد المحافظ شمسان في الاجتماع على رفع الجاهزية في مختلف الجبهات ودحر الميليشيا الحوثية من المحافظة كما أكد شمسان أن التقدم الميدانية لا يأتي إلا بتلاحم الصفوف وتركيز الجهود على عملية التحرير وتخليص المواطنين من استمرار المعاناة وصعوبة الأوضاع المعيشية النجمة عن استمرار الحرب والحصار الخانق واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول أوضاع الجبهات القتالية والمحاولة اليائسة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي للهجوم على مواقع الجيش الوطني واللجوء بعد فشلها لقصف المنازل والأحياء السكنية أصيب طفل في الثانية عشرة من عمره برصاص قنص من الميليشيا الحوثية تتمركز في تبة السلال شرق مدينة تعز وقال مصدر محلي ليمن شباب أن الطفل ويدعى أحمد القادر أصيب بنيران حوثية من أسلحة قنص عندما كان يلعب بجوار منزل عائلته في منطقة صالة وتواصل ميليشيا الحوثي استهدافها للمدنيين والأحياء السكنية في تعز وتسببت عمليات الاستهداف بآلاف الضحايا وسط المدنيين منذ ست سنوات من الحرب والحصار على المدينة قالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية نقلت عشرات الجثث لعناصر منها قتلوا في المعارك الدائرة مع الجيش الوطني في جبهتي البيضاء ونهم وأوضحت المصادر أن الجثث هي لعناصر قاتلت في صفوف الميليشيا وتنتمي لمحافظة تعز وقد نقلها الحوثيون إلى مدينة القاعدة واستدعت عائلاتهم للتعرف عليهم ذهبوا حاملين بنادقهم مغررين ببضع رصاصات أعطتها لهم ميليشيا الحوثي والفتاة من المال والملازم وعادوا جثثا ممزقة لم يستطع أهالهم التعرف عليهم هكذا بدت المشاهد أمام أهالي متحوثي تعز الذين قتل أبناؤهم بنيران الجيش والمقاومة في جبهتي نهم والبيضاء جثث عشرات القتلى من أبناء محافظة تعز أعادتها الميليشيا إلى مدينة القاعدة في إب واستدعت أسرهم للتعرف عليها غير أن كثيرا من الجثث بدت مشوهة وتعذر معرفة هوياتها نتيجة تأثرها بضربات المدافع والطيران بينما دفنت جثث أخرى وصلت محترقة استخدمها الحوثيون وقودا لمشروعهم الطائفي مصادر متطابقة كشفت أن الأسر استطاعت التعرف على نحو خمسة عشر قتيلا وجميعهم ينتمون إلى منطقة الهشم بمديرية التعزية فيما لا يزال باقي الأهالي المكلومين يحاولون التعرف على جثث أبنائهم الذين أجبرتهم ميليشيا الحوثي للذهاب إلى الجبهات حيث طلبت في الأشهر الماضية من الوجهاء المتحوثين في المديريات الخاضعة لسيطرتها تجنيد أبناء مناطقهم للدفع بهم إلى جبهات نهم وقانية قبل أن يعودوا بهم أشلاء ممزقة في صناديق الموت هكذا تستمر الميليشيا الإنقلابية في تغذية جبهاتها مستخدمة اليمنيين والمحتاجين والشباب والأطفال المغرر بهم للزج بهم في حربها ضد الشعب ولتغذية مشروعها الطائفي السلالي في جريمة اعتبرها حقوقيون ترقى إلى جرائم الحرب أسفرت معارك وغارات لطيران التحالف العربية عن مصرع وأسر ما لا يقل عن أربعين من ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوب خلال الساعات الماضية وأكد مصدر عسكري اليمن شباب مقتل وأسر ما لا يقل عن 12 من الميليشيا الحوثية بنيران الجيش شرق مدينة الحزم وبركز محافظة الجوف وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش تمكنت من نصب كمين لمجامع من الميليشيا الحوثية بجبهة الجدافر شرق مدينة الحزم أسفراء عن مقتل تسعة منهم وأسر ثلاثة آخرين ومن جهة ثانية قتل نحو 34 من عناصر الميليشيا بغارة لمقاتلات التحالف العربي في الجوب ومن بين القتل بحسب مصدر عسكري مدير مديرية حراض المعين من قبل الميليشيا خالد حيراني والقيادي حسين أحمد تيهان والقيادي عبد الرحمن بكري تيهان إضافة إلى 31 حوثية تم الهجوم على بعض مواقعنا في مواقع الجيش الوطني في المنطقة الجنفر والحمد لله تمتعشهم وطردهم وهذه بعض مضرعاتهم والشباب الأزال يطاردوهم إلى الآن والأطفاء والزرع العلوية بطرت قدماء القيادي في الميليشيا الحوثية والأمين العام للمجلس المحلي بالسوادية هادي عبد رب الوهبي جراء إصابته بانفجار لغم زراع الحوثيون على مخارج منطقة عبد الوهبية باتجاه السوادية كما أسفر الانفجار عن مقتل وإصابة عدد من مرافقه بحسب مصادر ليمن شباب واعتبر مراقبون أن ما حدث تصفيات بينية داخل أجنيحة ميليشيا الحوثي بحسب أو بسبب التنافس المحموم على تقاسم المصالح والنفوذ بعد سيطرتهم على مديرية ردمان أفادت مصادر محلية أن مواجهات محدودة تجددت بين قوات من الجيش الوطني وميليشيا الانتقالي الإمارة بمحافظة أبيان وضفت المصادر أن المواجهات تجددت بحسب المصادر بجبهة الشيخ سالم اليوم السبت هذا وقالت المصادر أن بعضا من قذائف الهوان سقطت بالقرب من منطقة التماس بين الجانبين وتسببت في عرقلة حركة المرور في الموقع يأتي هذا فيما تجري مشاورات في الرياض بين الحكومة الشرعية وميليشيا الانتقالية الإماراتي لتنفيذ اتفاق الرياض كما أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك نهاية الأسبوع الماضي تحقيق تقدم الملموس فيها حذر مصدر العسكري من سياسة حرمان أفراد الجيش الوطني من مرتباتهم خصوصا مع دخول الشهر الخامس لانقطاعها وقال المصدر العسكري في المنطقة الثالثة بمأرب أن أفراد الجيش الوطني لم يتقاضوا مرتباتهم خلال أربعة أشهر مضد مع دخول الشهر الخامس وسط ظروف صعبة يعيشها الجنود بالتزامن مع معاركة ضارية يدافعون فيها عن مأرب كما أضاف المصدر أن حرمان الجنود من مرتباتهم يساهم في تفكيك الجيش الوطني لصالح ميليشيات الحوثي والانتقالي الأتان تحاولان الانقضاض على مواقعه سواء في البيضاء ومأرب شرقا وأبيا وشبوة جنوبة بحسب موقع العربي الجديد ووفقا لمراقبين فأن احتجاز الشحنات الأموال المطبوعة في عدن والمكلة الهدف منه منع وصول مرتبات الجيش الوطني والتسبب بانهيار جبهة القتال بالتزامن مع هجمات غير مسبوقة تشنها الميليشيات الحوثية على مواقعهم في محيط مأرب أقام صحفيون وناشطون بمدينة المكلة مركز محافظة حضرموت وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة صباح اليوم السبت للمطالبة بالإفراج عن المصورة الصحفية عبدالله بوكير ورفاقه وطالب المحتجون بالإفراج عن المعتقلين في سجون الاستخبارات العسكرية منذ قرابة 45 يوم ونددوا بالاعتقالات خارج نطاق القانون بحسب بيان صادر عن الوقفة واستنكر البيان ما وصفها بالممارسات غير المسؤولة والخطيرة والمتعارضة مع منطق روح العدالة مناشدان المنظمات الحقوقية بالتدخل الجاد وإيقاف السجن خارج نطاق القانون والدفاع عن حرية الكلمة بالمحافظة ويأتي تنظيم الوقفة الاحتجاجية بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله وإننا وفي هذه الوقفة فإننا إذ ندين هذه الممارسات غير المسؤولة والمتعارضة مع منطق وروح القانون وروح العدالة بحق الصحفيين والمدنيين وترهيبهم بعصى الاستخبارات العسكرية من جانب ومن جانب الآخر إنشاء غرفة للرصد لتتبع وتعقب ما يكتبه الصحفيون والنشطاء وقادة الرأي وملاحقتهم في محاولة من قبل السلطة التنفيذية لمصادرة الكلمة وكسر القلم وتضييق هامش الحرية على الأقلام الحرة أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير فيديو من أجل التضامن مع أربعة صحفيين يمنيين لا يزالون بعرضين لخطر الاعدام بعد أن حكمت عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون بالأعدام قبل ثلاثة أشهر إثرى محاكمة بالغة الجور حملة حقوقية دولية واسعة نطاق تضامنا مع الصحفيين اليمنين الأربعة الذين يواجهون خطر الاعدام بناء على حكم صادر من محكمة خاضعة للحوثيين إثر محاكمة بالغة الجور الحملة أطلقتها منظمة العفو الدولية ومؤسسة سمير قصير للتضامن مع الصحفيين عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وتوفيق المنصوري وحارث حميد إذ تؤكد على مواصلة النضار الحقوقي حتى إطلاق صراحهم وتقول مديرة البحوت للشرق الأوسط في العفو الدولية لين معلوف إنه لم يتوفر للصحفيين المحتجزين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الكافية ولك أن تتخيل مدى قلق أحبائهم على سلامتهم في هذا الوضع المزري وتضيف أنه يجب أن يعلم هؤلاء الرجال وعائلاتهم أنهم ليسوا وحدهم فمنظمة العفو ومؤسسة سمير قصير إلى جانب الصحفيين من جميع أنحاء المنطقة يتضامنون معهم ودعت معلوف سلطات الأمر الواقع الحوتية إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم ثورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم مشددة على ضرورة إطلاق صراح جميع الصحفيين المزقونين بسبب عملهم مؤكدة معارضة المنظمة لعقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء هذا وقد سبق أن جددت منظمة براسلون بلا حدود استنكارها للأحكام الحوتية بإعدام الصحفيين وقالت إن هذه العقوبة الوحشية تشكل تهديدا خطيرا للصحفيين وقد لفتت إلى أن التهديد بإعدام صحفي بسبب عمله يجب أن يبقى مقتصرا على كتب التاريخ التي تستحضر أحداث الماضي الغابر بدلا من أن يكون جزءا من واقعنا الحالي كما تشير مصادر حقوقية محلية إلى أن الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي منذ أكثر من خمس سنوات يعيشون في ظروف صحية بالغة الخطورة ويعاني بعضهم من أمراض مزمنة في حين يخشى أهاليهم من إصابتهم بفيروس كورونا بعد تأكيدات بانتشاره في أوصاط المختطفين اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت أحد الناشطين من أحد الشوارع مدينة ذمار وقالت مصادر حقوقية اليمن شباب أن عناصر الميليشيا اختطفت الناشط عمر يحيى البخيتي من أحد شوارع مدينة ذمار واقتادته إلى مكان مجهول وجاء اختطاف البخيتي على خلفية انتقاده على صفحته في الفيسبوك لقيادات حوثية تقوم بالسطو على الأراضي وكشفه لقضايا فساد قالت مصادر أن السلطات الارتيرية لا زالت تحتجز 36 صيادا جميعهم من مديرية حيز جنوب محافظة الحديدة وضفت المصادر اليمن شباب أن 24 صيادا تواصل السلطات الارتيرية احتجازهم منذ ديسمبر العام 2019 و12 آخرين محتجزون منذ شهر فبراير الماضي هذا وكانت ارتيرية قد أفرجت خلال شهرين مايو ويونيو الماضيين عن 281 صيادا وصادرت 32 من قواربهم قال مدير إدارة الصيد التقليدية التابعة لوزارة الثروة السماكية محمد مظلم أن حكومة ارتيرية انتهكت بشكل متقطع المياه الدولية اليمنية عبر قوات خفر السواحل الارتيرية وضف مظلم في تصريح لميديا لاين الناطقة بالانجليزية أن أكثر من خمسة آلاف صياد يمني يعتقلوا أو تعرضوا للمضايقة بين عامي 2015 و2017 وكانوا ضحايا للقرصنة وتعرضوا لإطلاق النار من القوات الارتيرية كما أكد المسؤول الحكومي أن القوات الارتيرية تعاملت بقصوة مع الصيادين المحتجزين في حين لا تقوم الحكومة اليمنية بواجباتها وحمايتهم من أعمال القرصنة دعت منظمة سام للحقوق والحريات الأمم المتحدة للعمل بشكل عاجل على إيجاد حلول عملية وسريعة لإنقاذ البيئة والتنوع البحري من كارثة ومن الكارثة وقالت المنظمة أن بيئة البحر الأحمر اليمنية أصبحت مهددة بسبب القنبلة العائمة الباخرة صافر إذ لم يتحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لسحب السفينة من موقعها وشدد بيان المنظمة على ضرورة التفكير بشكل عملي وعاجل في عملية التخلص من الباخرة كونها من تهيات الصلاحية وانتهى عمرها الافتراضي للعمل عدا عن الأضرار البيئية التي تسببها في بقائها بالموقع وأكدت منظمة سام أن كل السيناريو هات المتوقعة تشير إلى وجود مخاطر كبيرة على بيئة البحر الأحمر وخصوصا السواحل اليمنية وخط الملاحة الدولي وسيمتد تأثيرها إلى جميع الدول الواقعة على البحر الأحمر انطلقت اليوم السبت حملة تحصين واسعة ضد مرض الدفترية للأطفال بمحافظة الضالة وتستهدف الحملة 286.810 ألاف طفل وطفلة منهم 181 ألف طفل وطفلة في مديرية قعطبة فيما بلغ عدد العاملين في فرق التحصين الثابتة والمتحركة بالمحافظة 996 عامل وعاملة ومن المقرر أن تستمر الحملة 6 أيام وتشمل الأطفال من عمر الشهر ونصب حتى 15 عاما حيث سيجري خلالها منحهم اللقاح المجانية أفاد مصدر الرسمي أن الحكومة رفضت إقامة مشروع استثماري في محمية شرمة طبيعية بساحل حضرموت يتضمن إنشاء لسان بحري لتصدير أنواع من الأحجار كمواد خام وبناء خزانات النفطية للغاز المنزلي ومستودعات وبحسب المصدر فإن نائب ورئيس الوزراء القائم بمهام وزير النقل سالم الخنبشي أبلغ المحافظ فرج البحسني بعدم الموافقة على إقامة المشروع كون الموقع محمية طبيعية للسلاحف ويحوي آثارا قديمة وكان المستثمر محمد سالم محمد جبران قدم طلبا للمحافظ البحسني في السابع من الشهر الماضي بإقامة مشروع الاستثماريين بمنطقة شرمة يتمثل بإقامة لسان بحري مع فندق ثلاث نجوم ومستودعات وخزانات المشتقات النفطية والخزان المنزلي بغرض الاستيراد والتصدير وطبقا لمصادر رسمية فإن محافظ حضرموت وجه في الثاني عشر بناء على ذلك الطلب بالموافقة وسرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإقامة المشروع من ذات الشهر غير أن القائمة بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اشترط في رسالة للمحافظ موافقة الهيئة العامة لحماية البيئة وهيئة الشؤون البحرية وتقديم دراسة حول المشروع وجدوى الاقتصادية وصلت شركات الصرافة ليوم السادس على التوالي إغلاق أبوابها في العاصمة المؤقتة عدن احتجاجا على رفضهم لإجراءات البنك المركزي اليمني المصرفية وتدهور سعر الصرف العملة المحلية وبحسب مصدر محلي فأن جميع شركات الصرافة أغلقت منذ يوم الاثنين الماضي أبوابها استجابة لدعوة جمعية الصرفين التي دعت إلى الإضراب عن العمل الأمر الذي أدى إلى شلل تام في التعاملات المصرفية والتحويلات المالية في المدينة الأسباب الرئيسية هي البنك يجب على أن يوضع خطة مالية صارمة تردع الصرافين واحد اثنين دخل عملة المحلية بالشكل الفضيح بدون قطاع فيسبب تدهور للإقتصاد الوطني مثل ما ذكرتها بالسابق هي الآن تتخذ إدارة البنك المركزي من إدارة أولا غربلة الموجودين في البنك على أساس أنك تنفذ خطة وقانون صارم يلزم جميع الصرافين أطلق برنامج الأغذية العالمي نداء عاجلا لتمويل عمليته الإنسانية في اليمن بمبلغ 200 مليون دولار شهريا وحذر على الصعيد من عواقب إنسانية خطيرة حال عدم الحصول على تمويل وقال البرنامج في بيان اليوم أن الوقت سيكون قد فات لو انتظرنا أعلان حالة مجاعة في اليمن لأن الناس سيموتون بالفعل ومن جهتها قالت إليزابيث المتحدثة باسم البرنامج أن الوضع الاقتصادي المترد في اليمن بسبب الحرب التي فرضتها الميليشيا الانقلابية أدى إلى انخفاض الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية بهذا نكون وصلنا إلى ختام النشرة وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها عودة التوتر بين الجيش ومسلحين موالين للإمارات بالتربة بتعز ونجاة قائد اللواء الخامس والثلاثين مدرع من محاولة اغتيال مقتل وأسر أربعين حوثيا في الجو ومواجهة محدودة بين الجيش وميليشيا الانتقالي في أبيان وشركات الصرافة بعدا تواصل اغلاق أبوابها احتجاجا على إجراءة البنك المركزي إلى اللقاء بحول الله اشتركوا في القناة